كتاب إيمان قنون إيمان الرسل المبادئ الأولية للمسيح لكاتب بول كي يون الجزء الأول الفقر الأولى اعتراف إيمان بالله الآيب أؤمن بالله الآيب ضابط الكل خالق السماء والأرض الله الآيب هناك ثلاثة اعترافات واضحة في إيمان الرسل الاعتراف الأول هو أنهم آمنوا بالله الآيب ضابط الكل خالق السموات والأرض تكوين الإصحاح الأول الآية الأولى ثانيا اعترفوا أن يسوع المسيح ابن الله قد أعطاهم مغفرة خطاياهم والاعتراف الثالث هو أنهم آمنوا أن يسوع المسيح قد حبل به بالروح الكدس نحن يجب أن نعترف أيضا أننا نؤمن بالله الآب والروح الكدس لأننا يجب أن يكون لنا نفس إيمان الرسل بالنسبة لنا الآب هو الله كما أن الآب والروح الكدس هما أيضا الله وبقدر ما يخص جوهر الآب الآب والروح الكدس هما الله وإيماننا فيهم هو نفس الإيمان على سبيل المثال لأن الآب هو الله ضابط الكل الآب هو أجدا الله ضابط الكل إن الأشخاص السليسة في السيلوس الكدوس بكلمات أخرى في جوارهم هم نفس الله نحن هكذا نؤمن وفقا لذلك أن الأشخاص السليسة الآب والابن والروح الكدس بشكل أساسي وبالكامل هم واحد وهكذا لكي نبني أساس إيماننا على كلمة الله نحن يجب أن نتمسك بكلمة الحق هذه الدليل الكتابي من العهد القديم أول الكل يبين العهد القديم بوضوح أن الله هو واحد اسمح يا إسرائيل رب إلهنا رب واحد تسنيه الإصحاح السادسة الآية الرابعة في نفس الوقت ومع ذلك يغبرنا العهد القديم أيضا بشكل واضح أن الله يوجد في أقانيم عدة وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا تكوين الإصحاح الأول الآية السادسة والعشرون هلما ننزل ونبلبل هناك لسانهم حتى لا يسمع بعضهم لسان بعض تكوين الإصحاح الحدي عشر الآية السابعة ومن هذه الفقرات نستطيع أن نرى ونؤمن أن الله يوجد في عدة أقانيم وليس شخص واحد ثانيا من العهد الجديد الآيب والإبن والروح القدس هم الله بالنسبة لنا لكن الله يوجد في سلاسة أشخاص أقانيم مستقلة هذا الحق قد أعلن في مصطلحات متساوية أيضا في العهد الجديد يتم البرهنة أن الآيب والإبن والروح القدس يوجدوا كأقانيم منفصلة عند معمودية يسوع والتي تحدد بداية خدمتهم فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء وإذا السموات فتحت له فرأى روح له نازلة مثل حمامة وأتي عليه وصوت من السموات قائلا هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت متى الإصحاح الثالثة الآية السادسة عشر إلى السابعة عشر هذه الفقرة تصف معمودية يسوع بواسطة يحنى المعمدين حيث كشف الله مثلث الأقانيم في هذه الفقرة نعرف بأن يسوع هو ابن الله أن الروح القدس يعمل معه وأن الآيب أعلن أنه ابنه الحبيب الذي به سررت خلال هذه التوضحات الله مثلث الأقانيم يكشف يسوع يمكن أن يتمم كل بر الله لأنه أخذ كل آسام البشرية بمعموديته التي استلمها من يحنى لهذا هو كان يجب أن يموت على الصليب لأجلنا وهذا هو بر الله الذي أتمه الآيب خلال ابنه وأن يسوع أخذ كل أسامن عليه بواسطة كل من الآيب والروح القدس هكذا الآيب والابن والروح القدس يوجدون كأشخاص منفصلين لكنهم هم نفس الله لنا مثل إصحوح السامن عشر الآية التاسعة عشر يكشف أيضا أن الآيب والابن والروح القدس هم إله واحد كما أمر يسوع تلاميذ أن يتلمسوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآيب والابن والروح القدس وهذا معناه بأسماء الأقانيمن منفصلين السلاسة للسيلوس كل من الآيب والابن والروح القدس شخص مستقل لكن في نفس الوقت هم واحد في أنهم جميعا الله الواحد وهكذا عندما نؤمن بالله نؤمن بالله واحد كالكيان المتحد للأشخاص السلاسة الله الآيب والابن والروح القدس كما صرح بواسطة الإيمان المسيحي هو الله الموجود بذاته مختلف عن كل الآيه الأخرى بعض الأدين الأخرى تؤمن أن يسوع فقط واحد من العديد من الأنبياء لكن هذا ببساطة ليس حقيقي بالنسبة لنا الله هو الآيب والابن والروح القدس على الرغم من الحقيقة بأن هذه الحقيقة مشهود لها بالفعل وبكفاية بواسطة الكتب المقدسة هناك العديد من الذين لا يدركون هذا إنه هكذا لأن أولئك الذين لا يعرفون بشارة الماء والروح القدس يتقربون إلى مفهوم السائلوس القدس بمنطقهم وعقلهم البشري الذي يجعل من المحال أن يفهموا أولئك الذين لم يولدوا ثانيا لا يمكن أن يفهموا الله مسلس الأقانيم لكن للبعض منا الذين هم مولودين ثانيا الله الآيب والابن والروح القدس هو إليهنا الواحد الذي فيه نضع إيماننا المطلق الجزء الأول الفقرة الثانية اسم الله ونقص ثلاثة اعترافات واضحة في إيمان الرسل فقال الله لموسى أنا أكون الذي أنا أكون وقال هكذا تقول لبني إسرائيل أنا أكون أرسلني إليكم خروج الإصحاح الثالث الآيال الرابعة عشر يظهر اسم يهوى في الكتب المقدسة لم يزيد على خمس تلاف وثلاثمائة مرة يهوى هو الإسم الأكثر شيوعا الذي بواسطته كشف الله نفسه للبشرية حمل شعب اليهود اسم الله كاسم مقدس وهم كانوا حذرين جدا في التضرع إليه أو الدعاء له بإسمه خروج الإصحاح الثالث الآيال الرابعة عشر وبمنحهم الإحترام العظيم لإسم يهوى تبنوا واستعملوا إسم آخر يدعو الله أن معنى هذا الإسم هو رب الكل بالإسم التالي وبالإسلوب التالي الواحد الذي يوجد الواحد الذي هو رب الحياة الواحد الذي كان ويكون سيوجد إلى الأبد بذيته نحن ندعو الله كالأب والابن والروح القدس إن اسم ابن الله الأب هو يسوع المسيح هذا الإسم يعني أنه يخلص شعبه من آثامهم الجزء الأول الفقرة الثالثة قانون إيمان الرسل وبركاته هناك ثلاثة اعترافات واضحة في إيمان الرسل إن أمنيتنا هي أن يورس لنا إيمان الرسل في نقواته النقية هذه رغباتنا وأمل كل مسيحي إيمانهم كان يجب أن يورس إلينا بكفاية في النصوص المكتوبة بعد موتهم وعلى أي حال الإيمان الحقيقي للرسل يكشف فقط في رسائلهم ولهذا نحن نجاهد لكي نشارك وننشر إيمانهم ماذا إذن هو إيمان الرسل بأمانة تمة قانون إيمان الرسل قد جعل بعد مرور العصر الرسولي إنه بكلمات أخرى وصية إيمان الرسل التي سجلت بواسطة الجيل الذي تبعهم إن قانون إيمان الرسل هو الإيمان بأعمال الآب الإبن والروح القدس إن معمودية التي نستلمها عندما نقبل الله كمنقذنا تتطلب مننا الإيمان الذي يعترف بالتالي أن معمودية يسوع طهرت إلى كل آسامنا وأنه خلال دم السيد المسيح يسوع على الصليب كل آسامنا قد أدينت وفقا لذلك وأن يسوع أرسل بواسطة الإب كمنقذ المزنبين هكذا عندما يؤمن الواحد أن كل آسامه تفضى بواسطة معمودية ودم يسوع هو إذن ينال الروح القدس من الله نحن يجب إذن أن نسأل السؤال التالي إلى أولئك الذين يرغبون في المعمودية هل تؤمن أنه عندما يسوع عمد بواسطة يحن كل آسامك قد أغزت منك ودعت على كتفيه بدلا من ذلك عندما الجواب نعم أنا أؤمن أن كل آسامي وكل آسام العالم قد أغزت بواسطة يسوع نتبع بسؤال آخر هل أنت إذن تؤمن أن يسوع بعدما حمل على كتفيه أسامك بواسطة معموديته وبواسطة يحن سفك دمه على الصغيب ولئك الذين يجبون إيجابيا إذن يعمدون بإسم الآب والابن والروح القدس إن الإيمان بالله مسلس الأقانيم يبدأ بالإعتراف نؤمن بالله الآب دوبة الكل خولك السماء والأرض فقط أولئك الذين يؤمنون يعترفون بهذا ويمكن للرسل أن يعمدوهم بإسم الآب والابن والروح القدس والإيمان المسيحي الحقيقي قد منح فقط لأولئك الذين يؤمنون ببشارة الماء والروح لهذا كنيسة الله قد بنيت على أساس إيمان الرسل الاثنى عشر إن أصول قانون إيمان الرسل ترجع إلى مرسوم ميلان في سنة 313 ميلاديا والذي وقع بواسطة الإمبراطور الروماني كوستانتين وبإفتراض الخلفية التاريخية للحالة المغيرة بالمسيحية متحولة من دين ممنوع إلى دين رسمي دين دولة الإمبراطورية الرومانية هذا التغيير الجزري ولد اهتمام هام ونام المسيحية بين كل الرومان كان هناك احتياج لمقياس إيمان لأولئك المؤمنين الجدد الذين يرغبون أن يصبحوا بسء من كنيسة الله إن أصول قانون إيمان الرسل ترجع لهذه الحاجة ويدون بوجوده إلى المؤمنين الذين أتوا بعد العصر الرسولي إن شكله الحاضر كتسلم إلينا بعدما جمع ورجع إمرارا وتكرارا بواسطة مجامع دينية متعددة أتت بعد العصر الرسولي لهذا إن قانون إيمان الرسل الحاضر يجب أن يفسر خلال الإيمان ببشرة الماء والروح الإيمان المفرق المسيحية والإيمان الحقيقي أن تنشر هذا الإيمان خلال العالم نحن يجب أن نعرف ونؤمن كيف يسوع أخذ أسام البشرية عليه كيف جعل هذه الأسام تختفي وكيف هو أعطى للبشر حياة أبدية لكن هناك أديان غير معدودة في العالم وكل دين عنده آلهته الخاصة الخلاف بين هذه الآلهة وإله المسيحية هو أنه بينما الأولى هي إنشاء إنساني مجرد الأخير هو الله الذي يوجد بذيته أن تصد بإله المسيحية الواحد يجب أن يترك كل هذه الآلهة الباطلة للأديان الصنوعية بدون هذا كل الجهود تكون غير مسمرة السبب أننا نرى أمام عيوننا مثل هذا تشويش للإيمان حول الله هو بسبب نقص المعرفة بالله الخالق وإسمه في الإمبراطورية المعقة المنغولية كان هناك إله يدعى بوروهونج هذا الإله لا يقول أنه خلق العالم ومع ذلك ما زال المنغوليون يعبدون بوروهونج كإلههم حتى إلى هذا اليوم وهكذا حتى عندما يؤمنون بإله المسيحية كإلههم الخاص يسكون بإلههم الوطني أيضا هذا يجعل من المحال أن يكون لهم الإيمان الحقيقي لو أن الواحد اعتقد أن إله المسيحية هو نفس إلههم الوطني هو لا يمكن أن يتقابل مع الإله الحقيقي المصرح به بواسطة الإيمان المسيحي لهذا نحن يجب أن نشهد لإله المسيحية مسلس الأقانيم لماذا هو أمر صعب جدا للإيمان المسيحي الحقيقي بالله أن يصل لكل أمم العالم ذلك لأن العديد منهم لا يمكن أن يميزوا الفرق بين إلهتهم وإله المسيحية العيب والابن والروح القدس هذا السبب الآخر لمثل هذه الصعوبة هو أن المسيحية فشلت أن تحفظ وتبشر بحقيقة مغفرة الخطيئة بشارة الماء والروح خلال تاريخها أن المسيحية قد قدمت في الإمبراطورية المنغولية الكثير من المساومات مع الدين الوطني الموجود لكي تتجنب أي نزاع إيماني مع المزاهب البوزية الميؤ الميمنة وهذا أدى لفشل ازدهور الحق المسيحي أن الحق المسيحي للتكفير لا يمكن أن يتوافق مع المزاهب البوزية أن حقيقة التكفير هذه تعني أن يسوع أخذ عليه كل إسام العالم لأجل البشرية ميت على الصليب في مكاننا وقام من الموت ثانيا وهكذا يخلص أولئك الذين أمنوا به ولكل واحدة من العقائد البوزية هي البغض الشديد للقتل وأن صميمة الحق المسيحية هي بشارة الماء والروح وهذه الحقيقة تستلزم مع مدية يسوع لرفع الخطية وإراكة دمائه على الصليب ولكن بسبب العقائد البوزية التي يحرم أي قتل كلمة حمل الخطية وموت يسوع لم يكن ولم يمكن كبولها أو الإيمان بها إن العقائد المسيحية للتكفير إذن لم تتمكن أن تتعيش مع المذهب البوزي للدمير ونتيجة لذلك المسيحية في الإمبراطورية المنغولية انتهت بأن امتصت في النهاية بوسيط البوزية ويمكن أن لا توبت في منغولية بعد عندما الكنيسة في الإمبراطورية المنغولية واجهت محن وإضطهاد وعلاوة على ذلك العديد من المسيحيين هربوا إلى المعابدة البوزية مع التردد القليل وبشكل سهل تحوله للبوزية وهكذا أدت إلى الفناء النهائي للمسيحية في تلك الأمة السبب الأكبر لماذا اختفت المسيحية من الامبراطورية المنغولية يجب أن يكون في حقيقة أن الإيمان المنغولي في الله وثلث الأقانيم لم يكن أكيد لقد رأوا بوزة ويسوع كنفس الإله هذا ما قاد إلى الاختفاء النهائي للمسيحية من الامبراطورية المنغولية الحياة الأبدية يمكن أن تكون فقط إلى أولئك الذين يخلصون من أساميهم بوزة الإيمان بالله الحقيقيين المسيحية كإلههم الخاص بغض النظر عن من هم وأين هم نحن يجب أن نؤمن إذن ببشارة الماء والروح وفي الله مثلث الأقانيم هذا هو أساس إيماننا في كنيسة الله ونحن يجب أن نشهد لهذه الحقيقة أيضا هذه الحقيقة ليست إلا إيمان الرسل الذي يتكلم عنه الكتاب المقدس ونيك فقط إليهم واحد في كل العالم وهو الله مثلث الأقانيم اسمه يهوى أو يسوع المنكز أو الروح القدس هو الله الحقيقي ليس فقط للمسيحيين ولكن أيضا لكل المتدينين الجزء الأول الفقرة الرابعة من هم الرسل ولأن هذا الإيمان يدعى قانون إيمان الرسل نحن نحتاج لأن نعرف من هم هؤلاء الرسل إن كلمة رسول تعني الشخص الذي يرسل وفي اليونانية الكلمة هي أوستولوس تعني نائب مفوط والذي يعهد إليه بمهمة وبأمانة تمة وعلى أي حال إن اسم الرسل يخص فقط للإسم العشر تابع المدعوين بواسطة يسوع ولكن في المعنى العام تم استخدامه ليصف المعلمين المسيحيين الساميين الآخرين مثل برنيبة أعمال الرسل الإصحاح الرابع عشر الآية الرابعة عشر الجزء الأول الفقرة الخامسة مؤهلات وواجبات الرسل أولا هم أولئك الذين استلموا الدعوة بشكل مباشر بواسطة السيد المسيح لينشروا بشارة الماء والروح مركز الإصحاح السيلس الآية السلسة عشر لوكا الإصحاح السيدس الآية السلسة عشر غلطي الإصحاح الأول الآية الأولى ثانيا هم أولئك الذين عيشوا مع السيد المسيح وشهدوا لأعماله على الأرض إن أتباع السيد المسيح يسوع كانوا شهود على إتمام بر الله خلال حياة السيد المسيح أعمال الرسل الإصحاح الأول الآية الحديث والعشرون إلى الثانية والعشرون كورونسوس الأولى الإصحاح التاسع الآية الأولى ثالثا هم أولئك الذين بالامتلاء بواسطة الروح القدس استلموا الفق القوة لأن تنكذ الأعمال التي أوصاهم بها السيد المسيح أعمال الإصحاح الخامس عشر الآية الثامنة عشر الثامنة والعشرون كورونسوس الأولى الإصحاح الثاني الآية الثالثة عشر ثموسوس الأولى الإصحاح الرابع الآية الثامنة يحنى الأولى الإصحاح الخامس الآية التاسعة إلى الآية الثانية عشر رابعا هم أولئك الذين قد نالوا القوة على عمل معجزات ليشهدوا لبشارة الماء والروح على هذه الأرض الله قدم قوة عظيمة للرسل لكي يبرهنوا أن يسوع المسيح هو الله مخلصهم أعمال إصحاح التاسع الآية الأربعون كورنسوس الثانية الآية الإصحاح الثاني عشر الآية الثانية عشر عبرانيين الآية الإصحاح الثاني الآية الرابعة خامسا هم أولئك الذين نيلوا دعوة خاصة وأيضا بركات خاصة من الله أعمال الإصحاح التاسع الآية الخامسة عشر كورنسوس الثانية الإصحاح الأولى الآية الأولى غلطي الإصحاح الثاني الآية الثامنة إن السلطان المعتل الرسل هو سلطان مخفية خطايا الناس وفي حد زيته إهمل أولئك الذين هم لهم هذا السلطان سيقود الإنسان إلى الضمار الجزء الأول الفقرة السادسة هل يؤمن اليهود بالله كأب الخليقة؟ يؤمن اليهود بأن الله خالق الكون الذي يحكم حياة وموت البشرية وقيام وسكوت الشعوب أنه أبوهم وفي العهد القديم يدعى اسم الله ألوهيم أو يهوى لكن في العهد الجديد أنه يسوع المسيح من يدعى الله يسوع نفسه دعى الله الله الآيب يحنى الإصحاح السادس الآية السابعة والعشرون أبين الذي في السماوات متى الإصحاح السادس الآية التاسعة الآيب الكدوس يحنى الإصحاح السابع عشر الآية الحادية عشر وأبي يحنى الإصحاح العشرون الآية السابعة عشر معلما تلميزه مرارا ليتأكد أنهم قبلوا تعليمهم في قلوبهم وفي المسيحية نحن نصبح مؤمنين حقيقيين بأن نتقابل ونؤمن بيسوع المسيح المعلن في بشارة الماء والروح وبالله الروح القدس يجب أن يعرف المسيحيين بالضبط من هو الله الذي يؤمنون به يؤمن المسيحيون بالله كأبهم كل البشرية يؤمن المسيحون بالله مسلس الأقانيم على أنه الخالق الأساسي للبشرية وهذا يعني أنهم يؤمنون أن الله هو مصدر ومنشئ الحياة فقد خلق الله البشر ويخلص ويرب القديسين خلال كنيسته لأن إله المسيحي خلق الكون الكامل وصنع البشر على صورته الخاصة هو يكون قبل لكل البشرية عندما بشر مبشر بالإنجيل إلى بعض الأمريكان المحليين لأول مرة سأله الرئيس الكبير السن هل قلت أن الله هو أبونا؟ أجاب المبشر بشكل جيد نعم ثم سأله الرئيس ثانيا هل تقول أن الله هو أبي إذن؟ أجاب المبشر بالتأكيد فجأة تحول وجه الرئيس بالفرح ومد يديه وقال إذن أنت وأنا إخوة فالله الإيب كل البشر إخوة وإخوات جسديا أخواتهم الروحية من الناحية الأخرى هي كاملة عندما يثكون ببشارة مائي والروح أن سلام العالم الحقيقي يوجد فقط عندما يلتقي الناس ويخدمون الله الخالق الذي هو أصل البشرية ولو أن البشر ظلوا جاهدين بالله يطلبون فقط جزور إسلافهم الخاصة ويدبعون القومية الوطنية المتعصبة ستكون الأنسانية محطمة من ذاتها بالتأكيد بواسطة الكبرياء الشهوة الغيرة والقراهية النزاع والحرب وهكذا نحن يجب أن نصبح كلنا أبناء روحيين لله بواسطة الإيمان ببشارة المائي والروح الذي قدمها لنا الله إنه الله الآيب الذي يعطينا نور وشمس الصباح والدافئ الغروب الجميل الفصول الأربعة الليل والنهار وهو الذي يغزي ويربي كل أشكال الحياة كلتا البشر والحيوانات بواسطة سكوت المطر والسل وتقديم لنا السمار الوفير للأرض لهذا يغنى مزمور المائة الآية الثالثة اعلموا أن الرب هو الله صنعنا وله نحن شعبه وغنى مرعاه وأن الله يعرف كيف تعمل أجسامنا يغزين بالمنتجات الملائمة في كل الفصول الأربعة كمثال لأن نعرك كثيرا في حرارة الصيف الله يعطينا سمارا طازجة وكثيرة العصير مثل الدراق والبطيخ والطماطم والعنب والفواكه الأخرى وبالأخص نحن لا يمكن إلا أن نكون مندهشين بالأعمال الداخلية الرائعة في أجسامنا الآيان إنه معروف أن حياة البشر توجد في داخل دمهم لكن هذا قد كتب في الكتاب المقدس مسبقا منذ ثلاثمائة وخمسة آلاف سنة مضت اللويين الإصحاح السابع عشر الآية الحادية عشر هذا الدم يدور داخل أجسامنا أكثر من ستمائة وخمسة وسبعين كيلو متر في اليوم الواحد إذن نحن مشاين مسافة أكبر من أربعون كيلو متر في اليوم بدون روحة نحن ننهج في وقت قصير لحد الآن كلبنا تدير الدم أكثر من ستمائة وخمسة وسبعون كيلو متر في اليوم الواحد بدون أي روحة في كل ثلاثمائة وخمسة وستين يوما سنويا نطفئ النور عندما نذهب لننام لكن كلبنا لا تقف ماذا إذن يدخ هذه القلوب إنه أب الحياة الذي يعمل في الأسرار الأعمق للحياة التي نحن لا نعرف الهواء الذي يتنفسه البشر الماء الذي يشربون والطعام الذي يأكلون الكل معطب وسطة الله بوضوح لهذا يعقوب رجل الإيمان قال الله الذي رعاني منذ وجودي إلى هذا اليوم تكوين السامن والأربعونة الآية الخامسة عشر أيضا إلى شعب إسرائيل العنيد قال إشعياء اسمع أيوتها السماوات وإسقي أيوتها الأرض لأن الرب يتكلم وبيته بنين ونشأتهم أما هم فعصوا عليه الصور يعرف قانيه والحمار معلف صاحبه أما إسرائيل فلا يعرف شعبي لا يفهم إشعياء الإصحاح الأول الآية الثانية إلى الثالثة وهكذا نحن يجب أن ندرك أن الله هو الذي يغزي ويقيد أرواحنا الله هو مربي وأب كل البشرية يجب أن نتعرف على الله كمخلصنا من خطايا العالم إن محبة الله التي خلصتنا وخمين خطايانا هي محبة غير محدودة وأبدية ولكن تاريخ البشرية يتغير وديانتي تتغير مرات لا تحصى لكن محبة الله لا تتغير أبدا أمس واليوم وغدا إن محبة الناس الجسدية لا يمكن أن تبقى إلى الأبد متحركين بشكل عاطفي نحن فقط نعتقد بأنه الحب ولكنه يتغير في وقت قصير إن ما يتغير بشكل ثابت هو لشيء إلا عاطفة إن الحب الجسدي للبشر هو أناني وأناني دائما ولكن الحب الصادق لله هو حب مطلق بازل وأبدي لهذا يغبرنا الكتاب المقدس أن الله أحب العالم كثيرا حتى أنه أرسل ابنه الوحيد هكذا وهو خلصنا من إسام العلم وهكذا تقول رميا الإصحاح الخامسة الآية السامنة وليكن الله بين محبته لنا لأنه ونحن بعد خطامة المسيح لأجلنا ويحن الإصحاح الثالث الآية السادسة عشر يقول لأنه أكذا أحب الله العالم حتى بزل ابنه الوحيد لكي لا يهلق كل من يؤمن به بل تقول له الحياة الأبدية ويحن الأولى لإصحاح الرابع آية العشرة تقول في هذا هي المحبة ليس لا أننا نحن أحببنا الله بل أنه هو أحبنا وأرسل ابنه كفار لخطايانا نحن يجب أن نصد بالله لكن نحن يجب أن نكون أيضا مخلصين من أسامنا ونستلم حياة أبدية بواسطة الإيمان ببشارة الماء والروح يسمع الله لصلواتنا العلاقة الأبوية بين أب وطفل هي علاقة حيث يشتركان في الدم واللحم على نفس النمط أولئك الذين يسكون بالله يصبحون أبنائه بواسطة الإيمان بمعمودية السيد المسيح يسوع ودمه كبشارة مخفرة الخطيئة هكذا يمكن هم يمكن أن يعيشوا في مكان واحد معا بينما نحن على هذه الأرض لا شيء إلا كنيسة الله هي دار الكديسين وعندما نحن نتجاوز هذا العالم دارنا هو ملكوت السماوات الأبدي إن بركة دعوة الله كأبينا وكوننا خلصنا من كل أسامنا يمكن أن تكون فقط خلال الإيمان الذي يسك ببشارة الماء والروح رمي الإصحاح السي من الآية الخامسة عشر هكذا يقول إذ لم تأخذ روح العبودية أيضا للخوف بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآيب هذه حقيقة رائعة وبالتأكيد صدقة إن البشارة الحقيقية للماء والروح هي البشارة التي تخفر لكل شخص أسامه إنه بواسطة الإيمان إذن يمكن أن ننال غفران كل خطيانة والروح الكدس يمكن أن يجيؤ فقط لأولئك الذين ننالوا غفران أسامهم بواسطة الإيمان ببشارة الماء والروح وفقط أولئك الذين استلموا الروح الكدس يمكن أن يصبحوا أبنائه وبناته بواسطة إيمانهم في الرب هم يمكن أن ينالوا مهما طلبوا من الله باسم السيد المسيح يسوع يحنى الإصحاح السادس عشر الآية الثالثة والعشرون يقول الحق الحق أقول لكم إن كل ما طلبتم من الآيب باسمه يعطيكم الله هو الآيب الذي بغض النظر عن كيف يستمر المؤمنون به أن يدعو إسمه لا يغطاس ولا يؤنبهم يعقوب الإصحاح الأولى الآية الخامسة نحن يجب أن نصد بالله الذي يعطينا مراسنا وليك الذين يسكون ببشارة الماء والروح المعطاب وسطة الرب أصبحوا أبنائه وبناته المتبنيين كما يتضح من رؤية الإصحاح السي من الآية الخامسة عشر إذ لم تأخذوا الروح العبودية أيضا للخوف في الأخص تمروح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآيب وإذا هم قد أصبحوا أبناء وبنات الله إذن هذا يعني أنهم سيتمتعون بمراسهم بكل تأكيد بعد الموت كما تقول رمي الإصحاح السامن الآية السابعة عشر إلى السامنة عشر فإن كنا أولادا فإننا ورثة أيضا ورثة الله وورثونا مع المسيح إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه فإني أحسب أن إليم الزمين الحاضر اللي تقاص بالمجد العتيد أن يستعلن فينا هنا الكلمة ورثة تؤكد ثلاثة مرات وتعني أن أولئك الذين يتبعوا الله أي ورثته غلطي الإصحاح الرابع الآية السابعة أيضا توضح إذا لست بعد عبدا بل ابنا وإن كنت ابنا فويرس لله بالمسيح العبارة ورثة مشتركون مع المسيح تخبرنا أننا نحن الذين نرس كل شيء الذي لإله المسيحية بمفردنا نحن لا يمكن حتى أن نتجسر أن ندخل ملكوت السماوات بدون الإيمان الذي يسج ببشارة الماء والروح لكن بواسطة الإيمان بمعمودية ودم ابن الله الوحيد نحن يمكن أن ننال مخفرة آسامنا وبعد ذلك ندخل ملكوت السماوات يحنى الإصحاح السادس الآية التاسعة والثلاثون يوضح هذه مشيئة الآية الذي أرسلني أن كل ما أعطاني لا أتلف منه شيئا بل أكيمه في اليوم الأخير الجزء الأول الفقرة السابعة وأؤمن به يحنى الإصحاح الأول الآية الثانية الثانية عشر إلى الثالثة عشر إن الاعتراف بالإيمان بقانون الرسل هو تصريح إيمان الرسل الذي يؤكد كيف بالضبط كانوا يؤمنون بالله وهكذا هذا الإيمان يجب أن يبدأ بالإعتراف نؤمن بالله الإب ضابط الكل السبب لعمل هذا هو أننا نريد أن يكون لنا الإيمان الذي يريده الله مننا إن حياة الإيمان لكل فرد هي أن نؤمن بالله مسلس الأقانيم لأن الإيمان يبدأ بالمعرفة والثقة بالله ضابط الكل هذا الإيمان يعكس الرغبة أن يكون لنا الإيمان الذي يريده الله مننا عندما نصق بالله إنه مستحيل لنا أن نستنتج أن الله خلق الكون بوسيطة التغلغل في محاولتنا الخاصة الاستنتاجية نصل لهذا الاستنتاج فقط بوسيطة الإيمان بكلمة الله الخالق وعندما نأتي للقضايا التي نحن لا يمكن أن نوصلها بشكل مباشر ونبرهنها بمفردنا نحن يمكن فقط أن نقبل الكلمة الموسقة إن كلمة الكتب المقدسة هي الحقيقة الموسوقة أن الأنبياء والرسل هم كتاب الكتاب المقدس الذين قد ألهموا بوسيطة الروح الكدس يسوع هو الله المنكز الذي شف الناس من أمراضهم العضال وأقام حتى الأموات ليعيشوا ثانيا ملهمين من الله الأنبياء كتبوا كلمة الله من بداية الخالق إلى خلاصه حلال ابنه يسوع وبوسيطة الإيمان بكتباته كما هي نحن يمكن أن نؤكد صدق كلمته ونتقابل مع إليه الحق في المسيحية الذين يسكون بيسوع حقا كالمنكز يسكون ببشارة الماء والروح التي تخلصهم من أسامهم لأن نصير هذا الإنجيل هو يسوع نأخذ ما يقوله يسوع لنا كما هو بوسيطة الإيمان بكلمته نحن يجب أن نصد كلنا بكلمة إله المسيحية لأننا نحتاج المنكز وذلك لأننا مولودين خطو المزنبون يمكن أن يخلصوا متى يؤمنون بكلمة بشارة الماء والروح التي أعطاها لهم يسوع هذه هي الحقيقة التي منحها الله للبشرية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر